ماش ياسيف ده قرار ولازم يتنبس ما عليك قلتلك القضية دي قضيتي والمسألة بالنسبة لي مسألة حياة أموت موضوع منتهي أنا عايز أعرف أنت مكبر الموضوع دي ما تشيبهم يا سيدي يشبعوا به أهو على الأقل نرتع منهم شوية ما عليك ما حدش هيقبض عن الودة غيري حجيبه حجيبه مهما كانت ثمن أجيبه بقى حي أجيبه ميت مش هتفرق ساعتها بس أوصل للودة يا باشا ده ابن صبرة ابن صبرة اللي صخرني ليالي دهنا العقيق السيف الحديدي يبقى لازم أبليه لازم ضيفه وما عليك عارف واجب الضيافة اشجروا 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 اشتركوا في القناة اه 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 اش بقول ان بنت شمالك من يوم ما شفتك انا عارف ان انت بنت مش بصمتها اه والوقت قدم شديدة او كده اه اه سال النهاردة بقى حديجي هدية عمرك في حياتك ما شفتها انا متأكد ان انت هتشكول يوم بيها اه عندي عبدت اتنين مفتنين واحد مية وسبعين حسان والتاني مية خمسة وسبعين انا حصيلك بقى تحس الفرق حسن اه، 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 اه سألنا ما ودك انت هترداحي طب لما انت تموتي انا استفدت ايه انا بقى حلاحيت بس التلاتي حوريك الرجالة الصح نواني نواني عمرك يا باشا عايزك تزمت المزة احسن بده فاكرا ان عدب عبدالحاية عاشر رجالة في بعض مفهوم؟ لا 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 الحمد لله يا جماعة الحمد لله يا صبرة المحامي فرحني وقال لي كل الأدلة لصالح آدم إلهي ينصرك يا آدم يا إبي ويفك كاربك قادر يا كريم يا رب لا أردنا ناقوي مش كده وباس ده كمان كل الناس اللي شافوا الفيديو هايوقفوا معاي بغير انهم عملو صفحة تدوان عن ندي ربنا يحفظك يا آدم ويعرجك من وردتك على خير يا رب إن شاء الله ربنا هيخرجوا قدم طول عمره نيته سليمة وقلبه بيض عمره ما قازي حد تب منازمة الأخبار يا علوة دي ايه رأيوكو بقى؟ أنا عايزي بكو كون لكو على رزي بلابا بالإشطة عقولة كلنا ليه هو أنت ألاقي فلوسك في الشارع ولا إيه؟ يلا أنت متأكدة من درجة حرارة أبوكي ولا إيه؟ خير الله ما جعله خير يا رب ما تفتح يا يحيان ما تفتح يا تباب يا أولاد خير يا رب ايه ده؟ هادولي الناس دي كلها يلا ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده ليه؟ احنا عادين في حالنا ما عملناش حاجة هتقبضوا علينا ليه؟ بخامة انت مش من هنا قال لي يا راح أمك راح أمه؟ ايه؟ قال لي من هنا باشا هادول أمه وإخواته وامراته ايه؟ هوا هاد للهارة ايه؟ 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 ياه 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 صباحية مباركة عروسة ياه أسطي ياه 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 يا Growth ياه ياه دي لسي افتاعت وانت اضاوز جادم عبد الحي فاني يا مارا اوعي تقوليني مش عارف اعرف ها؟ اعرف اعرف انا فخور بيجي يا ناسي فين بقى يا حريبة عمه؟ عن دمك ولولك تدهي عن دفنوتك بزيد اكتبيني في نفسك ده ايه؟ يا بنت انت بنت ناس فوين نفسك ده حي انت تصايع ارهابي مع عظم افعظه تحت جسماتي بنت فويني تمنت ناس لا من مستواجد وانا من بيتك وانا من دينك بس راجل وده طبعا متعرفش عني يا راجل مش كده موسيقى موسيقى السلام عليكم حجد السلام وبرحة النبي ديني شاحن تخينيك احتمام ده بسبع جنيه وعلي اتنا جنيه خاصة حاج انا ما كنت حاسرق التليفون بتاعك بس الضميري ما توعنيش انا محتاج تليفون وشريحة باي شكل هرخص تليفونه عندك والله العظيم حاجة الظروفي صعبة ربنا ما يوري يولدك ايه موحد لما انا شايفه ورحمة ابوه اللي اجيب لك فلوس كده راجل يا انا حم انا مش قادر افهم انتوا ليه مش قادرين تفهموا يعني ايه نظام ليه متصورين انكم ممكن تتحدوا النظام تتحرفها اصلا يعني ايه نظام شاكل كده مش عارفه انا اقولك نظام يعني حاكم محكمين محكمين وفيدي اللي يعرف ما اصطحتهم وهو الحاكم أهلا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يافاهي يافاه هوفاهي هيافر هيافر تعرفي يا صبر أنه أنا في صرق جيل والغرض معهنة السبب اللي إحنا فيك ده ما إنت لو كنت陷害 وانت بتخلفي كنت خلفتان عايل كويس مش عايل معافن زي اللي اسمه قادم ده مالها خلفة البنات هم حيوين هم ولهم تعالوا بيجوا اتعلقوا بيتعلقوا نام الودي الويسخ ده مش عايز يجيلي بس هجيبه ده كنت جيته امه مش هجيبه تي مرة مش محتارة بها صدر عشان ما عرفتيش تربيه خلص خلص كل اللي عالك يا بيت بس هلا بقى عايز اسألك سؤالك بترضى حدي يعني همك اللي بتعمله في اي قدم؟ لو أمي خلفت قادم هجيبه يا انا معلقة يا رب يا رب يا بط يا رب يا الله خلق أب الوجب أنا عارف انت اكتر واحد يا فوادي بتحب أدمك الله العظيم أنا كمان بحب يا الله الوجب حشب أعجب أشوف أدم فين أمت أدم فين أدم فين أدم فين أدم فين انت مكتن بتهريب إرهابي خطر ومساعدته على الفرار من العدادة ما حصلش ساعدك يا فندم أنا قومته لآخر نفس بس هو خدني على أخواني وضربت عليه نار بس هرب في الآخر أم الليل عقيد سيف الحديدي وهو رئيسك المباشر بيتهمك بالتأثير في إداء عملك ومخلفة حدود وظيفتك بقرار إخراجك للمجتم لتلقي العلاج في مستشفى خارج الجهاز يا فندم